بسم الله الرحمن الرحيم زبوغ سيف الدين من الجزائر أنا ضد فكرة تدريس الدين في المناهج التربوية لماذا؟ لأن الدين يختلف من دين المسيحي اليهودية من الإسلام ضد الفكرة لأنه لا يمكن أن تفرض على الناس أن يتبنوا ديانة معينة في المناهج التربوية حشتي والأشخاص والدول الذين يشهدون في هذه الفكرة مثلا دول الأوروبية يجدون أن المسيحيين واليهود والمسلمين يتعايشون في المجتمع ونجحين بشكل جيد وما يفرضوش ديانة ودرنس في هذه المدارسة